أزيد من أربعمائة تلميذة وتلميذ بالثانوية التأهيلية ميسورة المختلطة يطلعون على مقتضاية القانون رقم 0908 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطبع الشخصي مبادرة أطلقتها اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي بتعاون مع المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ببولمان لقاء يتزامن مع اليوم العالمي للطفل كل ليلة الورشة بمجموعة من الأنشطة التفاعلية مع التلاميذ كانت من خلال عبر أو عن طريق قراءة في الرسوم الكاريكاتورية التي تعبر عن بعض الأمور لحماية الحياة الخاصة وكذلك كانت هناك فقرة أسئلة وأجوبة كانت حقا تفاعل مع التلاميذ حول أهمية حماية المعطيات ذات الطبع الشخصي والحياة الخاصة الرقمية المبادرة فرصة مواتية لتحسيس التلميذات والتلاميذ بأهمية الحرصي على عدم تقاسم المعطيات ذات الطبع الشخصي مع الأشخاص والجهات غير الموثوقة خاصة في العالم الرقمي كانت كذلك مناسبة لتحسيس تلميذات التلاميذ بمجموعة من المخاطر التي يواجهونها من خلال تصفحهم لمجموعة من المواقع سواء تعلق الأمر من المواقع التواصل الاجتماعي وكذلك باستعمال المعامل منصات الرقمية الورشة التحسيسية جرت بحضور عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطبع الشخصي وفعاليات من المجتمع المدني وممثل جمعيات آباء وأولياء أمور تلميذات وتلاميذ الثانوية تأهيلية ميسورة المختلطة اشتركوا في القناة